طيار آخر وقع ضحية طالبان انتقل إلى كابل مع أسرته قبل عام تفادياً لتهديدات أمنية إلا أنه لقي مصرعه في تفجير سيارة على يد حركة طالبان التي أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الحادث هذا الحادث هو الثامن الذي يستهدف طياراً أفغانياً حتى الساعة وعلى الأرجح لن يكون الاغتيال الأخير فطالبان أعلنت أنها تشن حملة تهدف إلى ما وصفته بتصفية الطيارين الحربيين الأفغان الذين تلقوا تدريبات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوضحت الحركة أنها تسعى لاغتيال هؤلاء حتى خارج القواعد الجوية ويقول خبراء إن طالبان التي لا تملك سلاحاً جوياً تسعى لإضعاف القوة الجوية للجيش الأفغاني يأتي هذا فيما تواجه القوات الجوية الأفغانية ضغوطاً متزايدة مع تفاقم الوضع الأمني في البلاد وكثفت حركة طالبان هجماتها في مختلف أنحاء أفغانستان في الأسبوع الأخيرة ويرى خبراء أن هذا الهجوم ازداد حدة منذ أعلان واشنطن إنهاء مهمتها العسكرية في البلاد بحلول نهاية الشهر الحالي